مساء النور من القناة الوطنية الأولى نشرة جوية اليوم الأحد عشر مارس الفين واربا عشرين أبرز مميزة تقصي اليوم هو بريح من القطع الغربي كانت قوية نسبيا فقوية قرب سويح الواب الجنوب مع ظهور دوية رملية كانت محلية ساهمت من خفاظ مدى الرؤية الأفقية وكانت معتدلة في بقية المناطق درجات الحرارة المساجلة ظهر اليوم تراوحت مبين الـ 15 إلى الـ 20 درجة بشمال بالمرتفعات الغربية وبجهة الساحل وكانت في بقية المناطق ببين الـ 22 و 28 مع عدم الدنين وتطوين سجنة 31 درجة خصوصية التقص نشوفها من خلال تسلسل صور قمر الاستنائي من كانت تقص مغيم جزئيا بأغلب المناطق ثم كانت الصحب كثيفة بشمال الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة اللي لا تقص يكون أحيانا كثيف الصحب مع أمطار متفرقة مؤقترادية بشمال صحب عبر ببقية الجهة تريح من القطاع الغربي توقعاتنا لتقص غدوة صحب عبر على كامل البلاد تتكثف تدريجين بعد ظهر بالمناطق الغربية لشمال للوسط مع أمطار متفرقة ثم تشمل الجهات الشرقية الريح يكون من القطاع الغربي قراف توقعاتنا لدرجة الحرارة للمدن التونسية قد نسجلوا في تونس الكبرى ونيبل 19 درجة صحب عبر على 18 في كل منق ليبيا وزغوين و17 درجة أمطار في بنزرق بعد الظهر 15 في تبرقية كذلك أمطار منتظرة وبالنسبة لبيجة سليانة وجندوبة والكيف أمطار كذلك تكون منتظرة بعد الظهر 15 في تيلا سحب عبر على وبالنسبة للقيروين قد نسجلوا 21 درجة غيوم مرتفعة بالنسبة لجهة الساحل سوس المنسير والمهدية 18 درجة كذلك أمطار منتظرة بعد الظهر 19 درجة في كل من جزر قرقنا وسويقس وسيدي بوزيد سحب قليلة وبالنسبة للقسرين قد نسجلوا درجة حرارة في حدود 17 درجة بالنسبة لمدن الجنوب الغربي قد نسجلوا في قفصة 21 توزر 23 وقبل في حدود 24 درجة سحب عبر بالنسبة لبقية مدن الجنوب الشرقي 23 درجة في كل من جيبس وجزيرة جربة صحب قليلة صحب عبر في مدين 25 تقس مغايم جزئين في تطوين ورميدة 23 درجة بالنسبة للملاحة وسيد البحر النشرة التحذيرية سرية المفعول بالنسبة لأخوة البحارة وصالحة لمدة 24 ساعة انتلاقا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيته المحلي الريح في كاملة شريط الساحلي تتجاه شمالية غربية مع داخل جيبس تكون جنوبية شرقية والبحر في منطقة سيراتوى خليج دونس يكون شديد الاتراب إلى هاج سرعة الريح مبين 25 تتقوى مع مرور صحب العادية توصل 40 عقدة في خليج الحمامية ومنطقة الشابة البحر يكون مطرب في محلي شديد الاتراب سرعة الريح مبين 15 إلى 25 تتقوى محليا توصل 25 إلى 30 عقدة بعد الظهر وفي خليج جيبس البحر يكون متموج سرعة الريح مبين 15 إلى 20 محليَ 25 فتتجوز 30 عقدة بعد الظهر قرف توقعاتنا لدرجة الحرارة لبعض المدن والعواصمة العربية والأوروبية غيوم مرتفعة في نواقشات 31 داربيضة 18 تقس مغيم جزئيا كذلك أمطار في الجزيرة في حدود 27 درجة ترابل 62 صحب عابرة الخرطوم درجة حرارة مرتفعة في حدود 41 درجة القهرة 23 تقس مغيم جزئيا وبالنسبة للبقاع المقدسة درجة الحرارة في المدينة المنورة 32 مكة المكرمة 31 صحب عابرة مسقط 26 أبوغزبي 25 دوحة 27 تقس مغيم جزئيا تقس قليل الصحب في الكويت 23 في بغداد 22 صحب عابرة وبالنسبة لشرق الأوسط القدس الشريف 18 بيروت 19 وديمشق 17 درجة إسطنبول في حدود 16 درجة تقس مغيم جزئيا بالنسبة لأوروبا أمطار رعدية في روم 15 درجة أمطار ضعيفة في مرسيلي 14 13 في برلين 11 في لندن 8 درجات في بروكسيل 9 في أمستردام أمطار في فيينة 12 وجونيف 10 درجات الوضع الجوي ملائم نزول أمطار وبريزة 12 درجة مدريد 13 صحب عابرة ولشبونة 16 درجة تقسيكون مغيم جزئيا بالنسبة لتطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة يوم الثلاثة صحب عابرة بأغلب المناطق تكون أحيانا كثيفة بشميل مع بعض الأمطار المتفرقة الريح من القطاع الغربي البحر شديد الاتراب بشميل وبخليج الحمامات متموش بقية السويحل والحرارة قد تشهد انخفاض تفيف بالنسبة اليوم الأربعاء تقس عامة قليلة الصحب الريح من القطاع الغربي بشميل ومن القطاع الجنوبي بالوسط وبالجنوب البحر يكون مضطرب بشميل ومتموش بقية السويحل والحرارة تشهد ارتفاع تفيف أوقات الإمساك والإفتار الإمساك إن شاء الله يكون في تمام الساعة الرابعة صباحاً و59 دقيقة والإفتار 6 مساء و26 دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني الرزد الجوي على صفحة الويب تخوى دبلو فيب ومتيوب بوانتين تتفعل وتتواصل معاه على صفحة الفيسبوك والموزع الصوتي أوقات الصليت لمدينة تونس ومجاورها يوم الاثنين 11 مارس الموفق لواحد رمضان سليت الصبح إن شاء الله تكون في تمام الساعة الخامسة صباحاً و9 دقائق سليت الظهر منتصف النهار و36 دقيقة العصر الثالثة مساء و50 دقيقة سليت المغرب السادسة مساء و26 دقيقة وستلعشي في تمام الساعة السابعة مساء و50 دقيقة في نهاية النشرة تقدم باسمي وباسم كل العاملين في التلفزة التونسية وفي المعهد الوطني الرزد الجوي إلى كامل أفراد الشعب التونسي والأمة الإسلامية بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نسأل الله توفيق فيه للصيام والقيام وصالح الأعمال دون أن ننسى إخواننا في قطاع غزة من الدعاء اللهم نسو دعوك أهلنا في فلسطين وكل أهل غزة فانصرهم وحفظهم بعينك التي لا تنام واربط على قلوبهم وانصرهم نصراً مبيناً إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة